حياكم الله وإلى التفاصيل قتل فجر اليوم في محافظة معان قاتل الشهيد الوكيل جعفر الربابعة في مداهمة أمنية مشتركة من قوات الأمن والدرك وفي تفاصيل المداهمة قالت مديرية الأمن العام والمدرية العامة لقوات الدرك في بيان مشترك إنه في إطار التحقيقات والجهود المبذولة والمستمرة في قضية استشهاد الوكيل الربابعة وإصابة أحد زملائه طوقت قوة أمنية مشتركة من قوات الدرك والأمن العام والأجهزة الأمنية أحد المنازل في محافظة معان لإلقاء القبض على المشتبه به الرئيسي في القضية وذلك بعد ورود معلومات تفيد بوجوده داخل ذلك المنزل وفور وصول القوة الأمنية المشتركة إلى المكان قامت بإغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى المنزل وأحكمت سيطرتها علي وعلى المنطقة المحيطة وأعطت عدة تنبيهات للمجرم بتسليم نفسه إلا أنه رفض ذلك وعليه تمت مداهمة المنزل ليبادر المجرم بإبداء مقاومة شديدة عبر إطلاق أعيرة نارية كثيفة باتجاه القوة الأمنية التي بدورها ردت عليه وفقا لقواعد الاشتباك وتمكنت القوة المشتركة من إصابة المجرم وإردائه قتيلة وأشار البيان إلى أن أحد مرتبات القوات الدرك برتبته ملازم أصيب في المداهمة حيث أسعف إلى المستشفى وهو بحالة صحية متوسطة يواصل حجاجه بيت الله الحرام رمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق المرحلة قبل الأخيرة لإتمام مناسك الحج وحول ما تردد عن وفاة أحد الحجاج الأردنيين نفت بعثة الحج الأردنية في مكة المكرمة ذلك مؤكدة أنه تم العثور على الحاج محمود عبد المهد النوايسة بعد أن فقد خلال نفرة عرفة مساء يوم الخميس إلى ذلك أعلن أمير مكة المكرمة رئيس لجنة الحج السعودية خلال مؤتمر صحفي نجاح موسم الحج لهذا العام مؤكدا أن بلاده سجلت أرقاما قياسية في نقل الحجاج بالحافلات والقطارات هذا العام وبأوقات زمنية قصيرة مقارنة مع الأعوام السابقة التقرير التالي والتفاصيل واصل أكثر من مليوني حاج اليوم أداء مناسكهم في مشعر ميناء في ثاني أيام التشريق حيث يرمون الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى على التوالي وبعد انتهاء الرمي ثاني أيام التشريق يجوز للحجاج المتعجلين الخروج من ميناء قبل غروب الشمس والتوجه إلى مكة أما من تأخر في الخروج من ميناء فعليه أن يقضي ليلته ويرمي الجمرات في ثالث أيام التشريق رئيس بعثة الحج المركزية وأمير مكة المكرمة أكد أن موسم الحج العام الحالي كان استثنائيا على الأصعدة كافة موضحا خلال مؤتمر صحفي عقده في مكة المكرمة أن السعودية طورت إجراءاتها كافة لخدمة الحجاج وأكد أمير مكة أن بلاده لم تمنع أي كان من أداء شعائر الحج خاصة الحجاج الإيرانيين الذين عادوا للمشاركة بموسم الحج مشددا على رفض السعودية لاستغلال موسم الحج من أي جهة كانت لأهداف سياسية من جهة أخرى نفت بعثة الحج الأردنية في مكة المكرمة وفاة أحد الحجاج الأردنيين من الحجاج الفرادة خارج تنظيم وزارة الأوقاف بعد أن تداولت مواقع إلكترونية أخبارا غير صحيحة عن وفاته في غضون ذلك لا تزال أزمة الحجاج الأردنيين في مشعر ميناء قائمة لليوم الثالث على التوالي جراء التكدس الشديد للحجاج في الخيام حيث وصف بعض الحجاج الأوضاع في هذه الخيام بالكارثة واشتكى حجاج كذلك من نقص الأدوية وتدني نوعية الطعام المقدم إليهم مشيرين إلى أن الخدمات في مكة وعرفات والمدينة أفضل مما قدم لهم في ميناء من جهتها وزارة الأوقاف أوضحت أن السلطات السعودية منحت كل بعثة حج مساحة في ميناء تتناسب مع حجم بعثتها وبناء على ذلك فإن سبب ضيق خيام الحجاج الأردنيين في ميناء يعود الحجم البعثة البالغ نحو 11500 حج حيث أن كل حج منح مساحة متر مربع واحد الأمر الذي انعكس على كل بعثات الحج مشيرة أنها ستعمل خلال مواسم الحج القادمة على توفير أماكن للحجاج قريبة من مواقع رمي الجمرات استقبلت محافظة العقبة خلال عطلة عيد الأطحى المبارك آلاف الزوار من مختلف محافظات المملكة ودول العالم وأبدأ عدد كبير من السائحين إعجابهم بمستوى الخدمات التي تلقوها خلال قضاء عطلتهم على الرغم من شكاوى البعض حول سلبيات ونواقص خدماتية في بعض الجوانب التقرير التالي والتفاصيل تزينت محافظة العقبة لاستقبال زوار المدينة خلال عطلة عيد الأطحى المبارك القادمين من مختلف محافظات المملكة للاستمتاع ببحر العقبة ومرافقها السياحية وشهدت مختلف مناطق العقبة لاسيما الشواطئ إقبالا كبيرا وسط أجواء من الفرح والتفاول والهدوء وسلاسة التنقل عبر نظام سير يوسف براقي والمنتظم مع وجود أماكن للتسوق مفتوحة أمام المواطنين طيلة فترة العيد وفرت كافة المواد الغذائية والسلع وبأسعار تتناسب مع دخل المواطن العادي نظافة مكثفة حراسة مكثفة الأمن العام والزملاء الثانيين دوريات الشط رائع نظيف ما فيش عليه أي تشيء والله كويسة حتى في عام النظافة باستمرار بلف وبظل الإم النظافة والحمامات ممتازة ومي موجودة والحمد لله كويس كله شاطئ نظيف والله حتى المنطقة هذه صار رمل تبعها ناعم وشكى مرتدي الشاطئ الأوسط من عدم توفر بعض الخدمات الأساسية وسوء دورات المياه حمامات بدأتنا أكثر لأنه فيها نظافة أقل من المطلوبة شوية نظافة أن تكون فيه أحد مستمر أكثر لحي تفوت هل عليها في حرفيات خربانة في مراسل مكسورة زوار وسياح العقبة أبدو عجابهم بمستوى النقلة النوعية التي وصلت إليها مدينة العقبة هو مستوى النظافة والتقدم وتنوع الخدمات الترفيهية التي نفثتها السلطة خلال عطلة العيد ما أفع على المدينة طابعا جاذبا للسياحة والسياح فيما شاهدت المدينة وشوارعها الرئيسية وشواطوها إقبالا غير مسبوقا من قبل الزوار ما أدى إلى تحسن ملحوظ في الحركة التجارية في المدينة التعليمات الجديدة لإقامة المهرجانات الهادفة إلى تنشيط الحركة الفنية والثقافية والسياحية في الأردن دخلت حيزة تنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية وبحسب هذه التعليمات تمنع إقامة أي مهرجان خلال انعقاد مهرجان جرش للثقافة والفنون ويمنع تلقي أي تمويل غير أردني أو التعاقد على ذلك إلا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء وبتنسيب من الوزير كما تضمرت التعليمات تحديد أنواع المهرجانات الثقافية والفنية بنوعين الأول مهرجانات دائمة دولية أو عربية أو محلية أو عربية والثاني بمهرجانات غير دائمة متخصصة ونوعية المشكلات العديدة في واقع الخدمات الطبية المقدمة في المراكز الصحية وتحديدا في مستشفى الملكة رانيا العبدالله في لوائي البترة والشوبك تفاقم من معاناة الأهالي بسبب بحثهم عن خدمات طبية تسعفهم ولا تثقل كاهلهم بالسفر إلى عمان لتلقي العلاج التقرير التالي والتفاصيل تراجع في الخدمات الطبية المقدمة في مستشفى الملكة رانيا العبدالله في لواء البترة حيث هو مستشفى طرفي يعمل على تقديم خدمات طبية شاملة لكافة سكان اللواء المشكلة بدأت تتفاقم بسبب ضعف التخصصات الطبية والمفروض أن تتوافر فيه الأمر الذي يجبر المواطنين على السفر لمسافات طويلة للعاصمة عمان لتلقي الخدمات الطبية على نفقتهم الخاصة هناك نقص في بعض التخصصات الطبية مما يكبد المواطن عناء السفر للمحافظة الثانية لتلقي العلاج هناك نقص في بعض العلاجات الموجودة في المستشفى والأجهزة الطبية بعضها غير شغال نحن باللواء البترة بنطالب ومزارة الصحة والمسؤولية عن تقديم خدمات الصحية والطبية باللواء بإضافة بند لهو حسن التعامل والتهديب مع المراجعين من قبل الكادر التمريضي أهالي المنطقة يطالبون بتوفير الكوادر طبية متنوعة وعلى مستوى أعلى ليتمكنوا من معالجة المرضى وإعطائهم دروسا ومسارات تثقيفية في التعامل وطرق التواصل الاجتماعي مع المرضى فالبعض يشكو من سوء المعاملة من قبل بعض الكوادر الطبية في المستشفى والمراكز الصحية الموجودة في لواء الشوبكي والبترة أكثر العلاج مش متوفر ثاني إشي تصوير بس تصوير عادي ما فيش أي تصوير ثاني بالنسبة للمركز العسكري ما باستقبل من المركز الصحي مواطنين الصيدرية في الليل ما بتكون داومة وبالنسبة لم حتى مراكزنا العادية اللي في المثلت واللي كذا ما فيها أي مقومات حكينا مع المديرية وحكت أنه رح تحلها في أقرب وقت لما يصير فيه تعيينات من وزارة الصحة إحنا عنا بعض المشاكل هي كثافة مراجعين علينا هنا في المركز خاصة بعد الساعة الرابعة وإحنا كنا طالبنا أنه يوجد محاسبة وتمريض مسائي للإناث والحمد لله حلناها وكنا بنطالب كمان أنه الصيدلية والحمد لله كمان صارت للساعة أربعة وصار فيها أدوية متوفرة خاصة للأمراض المزمنة مراكز صحية تحتاج لإعادة تأهيل لاستعادة أعداد المراجعين الذين يطالبون برعاية صحية أفضل بلا دورات مياه ولا مرافق صحية لا ساحة للطلبة ولا سورة يحيط بها هذا هو واقع مدرسة المرج الأساسية في محافظة الكرك التي تتوسط حيا سكنيا وتقع على الشرع الرئيسي الأمر الذي أدى إلى وقوع حوادث دهس لطلبة وتعريض حياة الآخرين للخطر مدرسة المرج الأساسية في محافظة الكرك والتي يخال لك حينما تراها من بعد أنها متكاملة وتمتلك كافة المقومات المدرسية الأساسية إلا أن واقع حال المدرسة يعكس غير ذلك فالمدرسة تتوسط حيا سكنيا بلا سور يفصلها عن الحي وبلا مرافق صحية ودورات مياه ولا ساحات وتعاني تهالكا كبيرا في بنيتها التحتية أهالي الحي عبروا عن استياءهم الكبير من واقع المدرسة نظرا لموقعها غير المناسب وسط هذه الأحياء السكنية وما يرافقه من إزعاج النهار وتحولها مساء إلى مكان لتجمع مثيري الشغب والفوضى في مدرسة الإسكان بتفتقر في سور عرفت لي بتفتقر في خدمات صحية عرفت لي حوادث سير لأنه شعر رئيسي في جنب المدرسة عرفت لي وما في سور اللي يضب للطلاب هذه واحد ثانيا نحن من ناشد وزارة التربية التعليم أنه يقوم في بناء مدرسة غير بعيدة عن منطقة سكنية أنا طالب المدرسة هاي وما في حمامات ما في ماء وشان ما في ساحة بدي عسوه لطلع واقع حال المدرسة الخارجي لا يقل أهمية عن واقعها المترد داخليا إلا أنه نتيجة إغلاق أبواب المدرسة حالت دون التمكن من التصوير داخلها والاطلاع أكثر على واقع حالها بعد الساعة 11 تقريبا الشباب بيجوه بقوا العباب المدرسة والعنار يعني بقرة فسادة بالمعنى من جميع وبتعاملوا فيه وبصفوا سيارات وبخمسوا في الساحة المدرسة وكل زعاج وألفاظ بتلفظوها الله بعلن فيها بعد ما تروح المدرسة مجمع تجمع للشباب اللي الله يسامحهم لما بديش تقول لي أخي ليش بتسوي هيك واش دخلك انت انت مسؤول عنها ما بصير وديك عود وما وديه ودي أشرب شاشة وين ما بدي انت ما بديك يعني مروح مشروب قزيز بكسروهم هو واقع مرير تعيشه غالبية مدارس المملكة وحالة غير مسبوقة من تهالك البنية التحتية لصروح علم ومدارس ما يستدعي تكثيف الجهود المستمرة من قبل كل جهة مسؤولة حرصا على أن يكون قطاع التعليم بأفضل حال صادقت حكومة الاحتلال على استئناف إقامة مستوطنة جديدة جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية ويقضي القرار الذي صادقت عليه حكومة بن يمن نتنياهو بتخصيص مبلغ 55 مليون شيكل لإنشاء مستوطنة جديدة باسم عميحاي تخصص للمستوطنين الذين أجلتهم سلطات الاحتلال من بؤرة عمونة ومن تسعة بيوت في مستوطنة عفرة كما صادقت حكومة تل أبيب على تمديد قانون الطوارئ الذي يطبق منذ عام 1948 ويجري تجديده كل ستة أشهر في العادة يحل العيد على كل بيت حاملا معه الفرحة والسعادة إلا بيوت الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال فهنا الشيء مختلف حيث تأتي الأعياد وترحل والغصة لا تغادر بيوت ذويهم لكن هذا العيد جاء مختلفا عند والدة الشاب الفلسطيني محمد برقان الذي كان أسيرا لمدة عامين في سجون الاحتلال المزيد في هذا التقرير لم تغب عن بالي صورة التي طبعت في عقلي لدى زيارتنا لأم الأسير محمد برقان أثناء فترة إضراب الأسرى شحوبا وآثار هرم الغياب على وجهها وعيون قلق على روحها المأسورة وحياتها التي دفنت في قبر زنزانة الأسر ثلاثة أعياد غابت في منزل العائلة خلال السنتين التي قضاها محمد في الأسر ثلاثة أعياد اختفت فيها مظاهر العيد لتعود في عيد الأضحى اليوم ولأعود بسلامة خروج محمد من الأسر أرى الفرحة ترسم ملامح عمر وجه والدته من جديد ربنا نزل ابني بالسلامة وجاء العيد علينا وإحنا تمانية موجودين في البيت الحمد لله رب العالمي صلاة العيد سيكون أنا ومحمد والأولاد كلنا مع بعض مش إننا نتصور في الأقصى في صلاة العيد ونحمد الصور وندخلهم لمحمد عشان نشوف أجواء العيد مع إن الله أعلم تكون الدحكة مصطنعة في الصورة يعني بحكي لها محمد الحمد لله إنه إجا العيد وإنت معاي وفي البيت واللحظة اللي بستنى فيها أداش الحمد لله إجات إن شاء الله العيد اللي جايك ما بيضل ولا أسير خلف القطبان وبكون كل ولادكم عندكم وهيك بتكون فرحتنا وهذا عيدنا المزبوط رجولة خريج الأسر صعبت مهمة الحصول على أجوبة من محمد عن نقاط ضعف عشتها مشاعره كلما دق العيد بابه وهو في الأسر ففي الوقت الذي بذل فيه الاحتلال جهدا لكي يمرر العيد كأي يوم عادي كانت إمكانيات إرادة زملائه البسيطة تخلق جوا للعيد سرعان ما كانت تخنقه اشتياقات الأهل نطلع من الغرفة الساعة خمسة الصباح نطلع على الساحة من صل العيد وكون فيه بره حطين طاولة عليها حلو عليها معمول نطلع من سلة مع واحد واحد بعدين بيجي الناس بوزعوا تعمير عصير بعدين كل واحد أغرفته تلاقي كل واحد في الليل كل واحد أتخذه ببلش يفكر فيه بتكون زي حر بطلع من القلب يعني زي ما بحكي لك يا جدي يعني هاي كانت تحس زي مغصب وهم يقدرش تحس يعني قلبه زي كأنه بشد عليه دمعتك ها تنزل ع امي أكتر شيء عالسيعة كونها تطلع السيعة حافظوا لوقات هاي مثلا ها هلا روحوا صلوا لعيد رجعوا هلا ها بلش الناس يجع عندهم هلا أبوي راح بلش لف عند عماتي نحس اني بناتهم أرسم حالي بخيال اني بناتهم رايح جاية تذكر اللقطة الأديمة اني أنا معاهم اني أنا مش في السجن لما يفكر كيف امه يعيد عليها يبوس إيدها لما تحكي لأ الله يرضى عليك جد والله يمر عليك من يوم ما قدرش أكل ماشي ماشي ما قدرش أمشي خلص تربط كل جسمك صار العصابك بترخي لانه في اشي ناقص مش ايشي هاي الام واللي بدهم يا ياخدوا بقى أعضائي أروح بس أعود أسلم عمي وأرجع محمد برقان أسير انتفاضة القدس الذي اعتقل مصابا في عينه وتعرض لإهمال طبي صمد خلاله بطبطبة حنية زملائه الأسرة يعيش عيد الأضحى بمشاعر مختلطة وأحلم أن أكون هنا هلا أنا هنا وأحلم أنهم يكونوا معي أكثر أسلم مش رح أنساء أخوي صديقي على صلاح كل عام ونتبخير إن شاء الله الفرش قريب من القدس المحتلة زين صندوق رؤيا في أول رد فعل على إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية جديدة هزت العالم اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بيونج يانج دولة مارقة وأنها أصبحت عدائية وخطيرة جدا ويتزمن رد واشنطن مع تسابق عواصم عدة للتنديد بتجربة كوريا الشمالية قنبلة هيدروجينية حيث دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات رادعة في ظل تصاعد وتيرة التجارب الصاروخية والنووية الكورية الشمالية في الأوينة الأخيرة القنبلة الهيدروجينية الكورية الشمالية فاجأت الجميع بقوتها وتوقيتها فعلى الرغم من أن وكالات رصد زلازل كثيرة قد أعلنت عن رصدها زلزالا بقوة ستة وثلاثة أعشار درجة بمقياس رختر بالقرب من مركز التجارب النووية الكورية الشمالية غير أنها لم تتأكد من أن الانفجار ناجم عن تجربة نووية جديدة أجرتها بيونج يانج إلا بعد إعلان التلفزيون الرسمي الكوري الشمالي عن التجربة تأتي تجربة الكورية الشمالية بعد تصعيد حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية بخاصة بعد إطلاق بيونج يانج صاروخين باليستيين عابرين للقارات سقطا في بحر اليابان ما دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى تصعيد لهجتها اتجاه كوريا الشمالية وتهديدها لها بعواقب وخيمة إن هي استمرت في تحدي الأسرة الدولية ردود الأفعال على التجربة الكورية الشمالية النووية الجديدة كثيرة لكن أبرزها جاء من الصين الحليف التقليدي لبيونج يانج إذ أدانت بكين بشدة التجربة النووية الجديدة ودعت بيونج يانج إلى الكف عن تصعيد لا يخدم مصالحها الرئيس الكوري الجنوبي طالب بفرض أقوى العقوبات الجديدة على جارة بلاده الشمالية بما فيها عقوبات من مجلس الأمن وقال إن بلاده ستبحث نشر أقوى العناصر الاستراتيجية الأمريكية للجيش الأمريكي في إشارة إلى الترسانة النووية التكتيكية الأمريكية التي سحبتها واشنطن من شبه الجزيرة الكورية بعد انتهاء الحرب الباردة عام 1991 من جهتها وجهت اليابان احتجاجا إلى سفارة كوريا الشمالية في بكين قالت فيه أنه لا يمكن الصفح عن التجربة النووية الجديدة لبيونج يانج في الغرب لم تختلف ردود أفعال الدول عنها في الشرق صحيح أن البيت الأبيض لم يعلن موقفا حتى كتابة هذا التقرير لكن بيانا كان البيت الأبيض قد أعلن فيه عن مكالمة أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي تحدثا فيها عن التهديد المتعاظم لكوريا الشمالية غير أن بيانا البيت الأبيض لم يحدد إن كانت المكالمة جرت قبل تجربة القنبلة الهايدروجينية الكورية الشمالية أم بعدها من جانبه دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسرة الدولية إلى التحرك بحزم بعد التجربة النووية الكورية الشمالية كما دعا أعطاء مجلس الأمن إلى الرد بسرعة على هذه التجربة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو قال إن التجربة الكورية الشمالية مؤسفة جدا وتنم عن استهتار كامل بطلبات الأسرة الدولية المتكررة فهذه هي التجربة النووية السادسة في غضون عشر سنوات الموقف الروسي الوحيد الذي اختلف ولو قليلا عن باقي مواقف الدول صحيح أن وزارة الخارجية الروسية أدانت التجربة الكورية الشمالية واعتبرتها تشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن الدوليين بيد أن موسكو لم تطالب بمعاقبة بيونج يانج بل أكدت أن الحوار هو خير وسيلة لتسوية المسائل العالقة في شبه الجزيرة الكورية ومع إعلان بيونج يانج اختبارها بنجاح قنبلة هيدروجينية تكون تلك سادسة تجربة نووية لها منذ عام 2006 التقرير التالي يستعرض أبرز المحطات الأساسية في تطور برنامج كوريا الشمالية النووي والباليستي والذي تسعى من خلاله إلى امتلاك صاروخ نووي قادر على إصابة القارة الأمريكية أو أي مكان تعتبره بيونج يانج معاديا لها بإعلان كوريا الشمالية عن نجاحها في اختبار قنبلة هيدروجينية في سادس تجربة نووية منذ عام 2006 في تحدي واضح للولايات المتحدة الأمريكية تكون بيونج يانج قد رفعت من حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية ومناطق الشرق الأقصى شتى ووضعت السلم العالمي على محك خطير نبحث في هذا التقرير أبرز محطات التجارب النووية الكورية الشمالية أواخر سبعينات القرن الماضي بدأت كوريا الشمالية لعمل على نموذج من صاروخ سكوت بي السوفيتي بمدى 300 كيلو متر وجربته بنجاح عام 1984 ما بين عامي 1987 و92 طورت صواريخ من طراز سكوت سي بمدى 500 كيلو متر ورو دونج واحد بمدى 1300 كيلو متر وطايبونج واحد بمدى 2500 كيلو متر وموسودان واحد بمدى 3000 كيلو متر وطايبو دونج اثنان بمدى 6700 كيلو متر وفي شهر أب من عام 1998 أجرت بيونج يانج تجربة صاروخ طايبو دونج واحد فوق اليابان قالت إنها تهدف إلى وضع قمر اصطناعي في المدار وأكدت الولايات المتحدة أنها تجربة صاروخية وفي أيلول من العام التالي أعلنت تجميد تجارب الصواريخ البعيدة المدى بالتزامن مع تحصن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وفي تموز من العام 2000 فشلت محادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية حول الصواريخ بعدما طالبت بيونج يانج بمليار دولار مقابل وقف صادراتها من الصواريخ وفي شهر آذار من العام 2005 أعلنت بيونج يانج عن تجميد التجارب الصاروخية البعيدة المدى مبررة ذلك بالسياسة العدائية لإدارة الرئيس جورج بوش اتجاهها وفي تموز من العام التالي أجرت تجربة على سبعة صواريخ بينها تيابو دونج 2 البعيد المدى الذي انفجر في الجو بعد أربعين ثانية وفي تشرين الأول من العام نفسه أجرت أول تجربة نووية تحت الأرض وفي نيسان عام 2009 أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بعيد المدى حلق فوق اليابان وسقط في المحيط الهادئ وصفته بيونج يانج بأنه محاولة لوضع قمر استناعي في المدار أما الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية فقالت إنها تجربة مقنعة لصاروخ تايبو دونج 2 وفي أيار عام 2011 أجرت تجربة نووية ثانية تحت الأرض أقوى بعدة مرات من التجربة الأولى وفي نيسان من العام التالي أطلقت كوريا الشمالية ما قالت إنه صاروخ بعيد المدى لوضع قمر استناعي في المدار لكنه يتفكك بعيد إطلاقه بعد انفجار ويسقط في المحيط وفي كانون الأول من العام نفسه أجرت تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ لوضع قمر استناعي في المدار لرصد الأرض وفي شباط عام 2013 أجرت تجربة نووية ثالثة تحت الأرض وفي شهر كانون الثاني العام الماضي أجرت تجربة نووية رابعة تحت الأرض قالت كوريا الشمالية أنها لقنبلة هيدروجينية ولكن معظم الخبراء شككوا في ذلك وفي الشهر التالي أعلنت كوريا الشمالية نجاحة ثاني عملية إطلاق لصاروخ ووضع قمر استناعي ثانيا في المدار وكان الصاروخا لداني سقطاء الأسبوع الماضي في بحر اليابان وصاروخ ثالث حلق فوق اليابان قبل أن يسقط في المحيط الهادي قالت سيول أنه قطع 2700 كيلو مترا خاتمة التجارب اليابانية قبل القنبلة الهايدروجينية بعد مضي أسبوع على إعصار هارفي الذي عطل المصافي الرئيسية في ولاية تكساس الأمريكية استؤنف العمل في هذه المصافي ما أدى إلى رفع أسعار البنزين إلى أعلى مستوى لها منذ عامين وعلى الرغم من أن جزءا من البنية الأساسية لعملية تكرير النفط في المنطقة ما زال متعطلا بسبب الأضرار التي لحقت بها فإن عودة العمل في المصافي شكل خطوة أولى نحو إزالة المخاوف بشأن إمدادات الوقود في الولايات المتحدة وقد ارتفعت أسعار البنزين للبيع بالتجزئة إلى أكثر من 17 سنة ونصف السنة منذ الثالث والعشرين من آبا الماضي أي قبل وصول هارفي سجلت أسعار الذهب أعلى ارتفاع لها في عشرة أشهر بعد أن أظهرت بيانات طباط أنمو الوظائف الأمريكية بنسبة أعلى من المتوقع في آبا الماضي فقد أغلقت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1324 دولار و46 سنة للأنصة بعد أن كان قد بلغ 1328 دولار و80 سنة ليتجه بذلك نحو تحقيق مكاسب أسبوعية نسبتها 12.6% أما عقود الذهب الأمريكي الآجلة فارتفعت بنسبة 16% لتبلغ عند التسوية 1330 دولار و40 سنة للأنصة وفي المقابل انخفض مؤشر الدولار وعائد السندات كثيرا في البداية عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية إلا أنهما عادا إلى الارتفاع في جولتنا حول العالم المزيد من الأخبار منها عشرات القتل من عصابة داعش الإرهابية في سوريا وحرائق تاريخية تشتاح غرب الولايات المتحدة تسببت معارك عنيفة بين قوات الجيش السوري وعصابة داعش الإرهابية في محافظة حمان وسط سوريا بمقتل أكثر من خمسين عنصرا من الطرفين غالبيتهم من الإرهابيين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بدأت القطاعات العسكرية العراقية في التوجه إلى الحويجة في محافظة كاركو استعدادا لإطلاق معركة استعادة المدينة من قبضة مسلحي عصابة داعش حيث تأتي هذه العملية في ظل الخلافات السياسية المتواصلة بين بغداد وإربيل أفادت مصادر إعلامية بأن الجيش الليبي اشتبك مع مسلحي عصابة داعش في منطقة الوادي الأحمر شرقية سرط بعد محاولتهم التقدم شرقا حيث ينشط عناصر التنظيم الإرهابي الفارين من سرط وبنغازي ودرنا في المناطق الصحراوية أعلن قائد الدفاع الجوي الإيراني أن بلاده أجر التجربة لنظامها الجديد المضاد للصواريخ الشبيه بنظام S-300 الذي سيدخل الخدمة بحلول أذارة من العام القادم مشيرا إلى أن هذا النظام صنع بالكامل في إيران اندلعت حرائق هائلة في الغرب الأمريكي أدت إلى إخلاء آلاف المنازل في ولاية واشنطن والمئات قرب لوس أنجلوس حيث بلغ الحريق مستوى تاريخيا وأعلنت السلطات حالة الطوارئ التي تسمح خصوصا بتعبئة الموارد الفيدرالية في ولايتين مونتانا وواشنطن تتجه أنقرة إلى أتمام أكبر صفقة شرائع أسدحة ستكون الأولى من نوعها مع روسيا مثيرة بذلك قلق حلفائها في شمال الأطلسي رغم أن الصفقة قد لا تتحقق حمل الرئيس الكيني المنتهي ولايته بشدة على القضاء لإبطاله نتائج الانتخابات الرئيسية التي جرات في ثمانية آبا الماضي رافض المطالب المعارضة بتبديل اللجنة الانتخابية لمثيرة للجدل على خلفية الشكوك في قدرتها على تنظيم عملية اقتراع جديدة تغطيتنا لأجواء عيد الأطحى المبارك مستمرة وهذه المرة سنكون معكم من محافظة الزرقاء ومراسلتنا رانيا الشلبي رانيا الكلمة لك تفضلي شكرا جزيلا لك لنا نحن الآن متواجدون في الزرقاء وتحديدا في شارع الستة وثلاثين شارع الستة وثلاثين بيجمع بين المقاهي والمطاعم ومحلات الحلويات الإقبال جميل جدا والأجواء حلوة جدا جدا وفي حماسة مش معقولة يعني نحن وقفين والكل متحمس عشان ينقللنا أجواء العيد ويحكي لنا أكتر إيش عمل في العيد خلينا نبلش مع أول مقابلة تفضل تفضل أستاذنا أول إشي كل عام وأنت بألف خير وأنت بألف خير يا ربي من العيدين ممكن تعرفنا على حالك أهلا وسهلا أول إشي بدي أسألك قبل العيد وقبل ما نحكي عن أجواء العيد كيف كنت تقدر أو يعني الناس اللي دخلهم محدود هل كانوا بيقدروا أنهم يجهزوا العيد يشتروا حلويات معمول أغراض ألعاب للأطفال أو كانت صعبة عليهم والله بالظروف صعبة كثير صعبة صعبة يعني فهم أن يتصور كيف كنتوا تدبروا حالكم إيش عملت والله في ناس قروض ومقروض يعني من الأمور هاي بدبروا حلم جمعيات حتى يمشي أمورهم تمشي أمور الحياة معهم طب كيف كانت أحكي لي شو عملت أول يوم كيف قضيت أول يوم ثاني يوم واليوم ثالث يوم يعني أول يوم عند الأهل والأصدقاء ثاني يوم لأراحة اليوم الثالث يوم طلعنا لصغار يعني حتى تبشي الأيام مرحبا عدنان تعالي نشوف عدنان نحكي مع عدنان مرحبا عدنان أول شي كل عام وأنت بخير أنت بخير عدنان هدول أول عيد أه أنت نقيتهم أه كيف نقيتهم قولي ماما حكيت لي أنه أشتري أول شي بعد خلص بطرعة حكيته طيبة نقيتهم أنا حالي طيب جمعت عيديات منيح أه قدي جمعت يعني خمسين بيك شو بدك تعمل بالخمسين بيستر فيهم وبلعب فيه بيستر فيهم ألعاب أغراض مدرسة وأواعي شكرا كتير لك عدنان كل سنة وأنت سالم مين كمان معنا مرحبا أهلين كل عام وخير وأنت بألف خير يا رب أول شي تعرفيني على حالي هبا وليد هبا هبا كيف أجواء العيد كانت؟ ما شاء الله حلوة حلوة ورايئة ما شاء الله شو عملتي بالعيد؟ أول يوم العيد لفينا عند البنات وهيك وثاني يوم أخذنا الأولاد شممناهم الهواء وهيك بس طب وين بتشمموهم الهواء بالعادل؟ بالمولات عند الألعاب والمالعاب إن شاء الله شو في رسالة هيك أو أمنية بتحبي العيد الجاية تكون موجودة في العالم العربي أو في الأردن؟ إيش في أمنيتك؟ أول إشي على أهلنا بسوريا طبعا وفي فلسطين والله يهدي البال بس شكرا جزيلا لإلك كمان مين معنا؟ معنا صبية أمورة صغيرة كانت قاعدة عم تستنانا يمكن من ساعة أول شي عارفيني على حالك؟ أنا لديت محمد أحمد الخوالدة من الزرقاء هنا الأجواء حلوة في الزرقاء الجديدة وحاس أنه هنا وكمان مع شاشة رؤية وبحكي لأماما وبابا كل عام وإنت بخير يا ماما كل عام جلات الملك عبد الله بخير وبهنئ أختي بعيد الأطحى المبارك وبهنئ الشعب الأردني وبهنئ الوطن ما شاء الله عليك يا حافظة إيش بدك تحكي بالزبط؟ طب إيش في أمنية بتحبي تحكيها للناس تتحقق العيد الجاية مثلا؟ إن شاء الله أنه الأردن تضلها بسلام وماما وبابا وكل ناس بالأردن بسلام شكرا جزيلا لإلك يلا مين معنا؟ يلا تفضل تفضل أستاذنا أول شي عارفني على حالك مؤمن عبابني مؤمن عبابني مؤمن أنت قبل شوي كنت عم تحكي لنا أنه أنت كتير بتفهم بالسياسة؟ لا بمزح كنت تمزح معنا طيب أقول لنا كيف أشواء العيد؟ والله محمد لله تمام زرقاء الجديدة والله ممتازة فيها محلات راقية وممتازة ما شاء الله فيها الشاب هذا بعرفها ما شاء الله كيف بتقضي العيد؟ قل لي كيف تقضي العيد بالعادل؟ والله اسمع أبو كان دوس حبني عجلون هسه أبو يرا عجلون وأنا ظليتني هون فهمتش أروح معنا لأنه بعجلون فيش عيد حلو كثير هون نحلة الزرقاء بألف مرة وستة وثلاثين شو بتعمل بالزبط بالزرقاء طيب؟ نظن نيجي نوكل بروح نتمشى شوي بس شو بدنا نسار شو بدنا نهاء معنا شبطواL اول اشي يلا مرحبا مرحبا عرفيني على حالك؟ أنا من أنا من أنتِ إش اسمك؟ يارا يارا أول شي قدي جمعتي ديات؟ إي جمعتي وعشرين دينار أشي دك تملي بـ 23 دينار؟ أجمعهم أشتري إشي عادة إشي أشتري رتاب طيب هلأ قوليلي أنت شريتي أواعي العيد من أين بتو شريتي قبل العيد بيومين شو شريتي شريت أواعي وأشياء وشرينا معمول حلويات للناس نضيف مين بتحبي أكتر المعمول ولا الشوكولاتة المعمول أنت بتعمل المعمول بالبيت ولا بتشتروه أحيانا بنشتري أحيانا نعمله طيب شو أمنيتك للعيد أتمنى أن العيد يظل دايما بحجة حلوة للناس والناس ظلهم فرحانين في العيد وظلهم فرحانين مع أهلهم شكرا جزيلا لك معانا مقابلة كمان بلش معها بيبي وقف مع بيبي فمنبلش معها أول مرحبا كل عام وأنت بألف خير يا رب وأنت بخير يا رب برضو هاي أواعي العيد لش داع لا والله لا مشوه علي أحكي لنا عن أجوال عيد كيف أجوال عيد شايفيتها بالزرقة؟ والله الحمد لله منيحة يعني شو بتعملوا أنتوا بالعادة بالعيد؟ أول شي طبعا من عيد على رأيبنا من بعدين نطلع للصغار وجوبنا إحنا يعني بتعملي معمول العيد بالبيت ولا لا؟ لا لا طب شو القصة ليه ليه الجيل الجديد مش عم بعمل معمول بالبيت؟ مش متعودية لا هل لديك أمنية أو رسالة بتحبي توجيها للعالم بمناسبة عيد الأطحى؟ لا بس بحكي لهم كل عام انتوا بخير وإن شاء الله كل أعيادنا بتكون بخير بس شكرا جزيلا لإلك مرحبا ما بتحكي ما كانت ساعة ماسكي لأنها المايكروفون إيش اسمها؟ اسمها نتاليا كل سنة ونتي سالمي نتاليا احكي لها وانت بخير نت بخير وانت بخير وانت بخير وانت بخير يلا في مع ميننا نعمل هلأ مقابلة؟ مع ميننا نبلش؟ أنت؟ يلا عشانه أقصر واحد منعمل مقابلة مع أقصر واحد يلا تعال تفضل لعنا مرحبا هليان هيك نوقف يلا مرحبا هليان كل سنة ونتسالم؟ متسالمة إيش اسمك؟ أحمد أحمد أي صف؟ رابع بسم الله بس يعني صف رابع وهيك وبتحكي قوي طالع على رابع طيب شو عملت باللعيد؟ ها؟ رحت أشيت رحت لعبت بالألعاب ضعت على الدراغ ملعبت رحت وبس طيب شريت هدايا ألعاب أواعي؟ ليه؟ ليه ما شريت؟ أواعي أشتريت عندي طقمينة الطقم الثاني أنت اللي نقيت الطقم؟ اه يلا كل سنة وانت سالم انت سالم سكفولو يلا تعال تعال هون هيك نقلب مرحبا أهلين اسمك؟ محمد محمد كيف أجواء العيد؟ حكي لي إشي مميز أقسم بقيت لي يعني صراحة أمد أقول لكم إياها أنه مش حلو كثير العيد ليه مش حلو العيد؟ عشان نفيش عيدية التفرانين قديش ليش تعيدت؟ 30-40 ليرة 30-40 ليرة ومش كتير؟ ليش بالعادة؟ دي بتطلع؟ 110-120 ليرة مين معيدك؟ اعمامي اللي في فلسطين عمان اللي ببرا للزرقة دي بتحب توجه رسالة للناس بمناسبة عيد الأطحى؟ أنا من علي فش رسالة بس دا وصلهم كل عام وانتم بخير وانتم سالمين وسراوة لكم شكرا جزيلا لإلك يلا معنا أهلا وسهلا أستاذ أهلا فيك أنا صراحة حبيت النظرات وأنا كمان حبيت الشعرات ما اسمك؟ عبدالله نقضاء عبدالله كيف أجواء العيد؟ أحكي لي شيء مميز هالمرة أجواء العيد أجواء العيد أشيء فاخر خصوصا بالزرقاء الجديد أنت أجيت أحسن شارع كل مطاعم وأشياء وناس راقية أنت شو بتعمل؟ شو بعمل؟ وليس؟ بعيد على قرائبنا منوصل للرحم وهيك أشياء طيب وقدي جمعت هذه ديات؟ واحد وسبين شو بدك تعمل بالواحد وسبين؟ بدك أضبهم عشان بعد التوجهة أشتري بلاستيشن نحنا زي ما عم نشوف أعزائي المشاهدين إذن أجواء العيد في الزرقاء جميلة جدا الشباب صراحة مؤثر وكتير متحمسين وكتير مبسوطين إذن هي رسالة أنه نحنا قادرين على الفرح رغم كل الظروف شكرا جزيلا لكم وكل عام وأنتم بألف خير نعم رانيا ودائما تبقى لفرحة الأطفال نكهة خاصة ولأحلامهم رانيا الشلبي مراسلتنا كنت معنا من محافظة الزرقاء شكرا جزيلا لك منطقة سانتا تعد إحدى أكثر مناطق عاصمة السلفادور تضررا من نشاطات العصابات واليوم تسعى مجموعة من الشباب إلى تغطية رموز المجموعات الإجرامية المنتشرة على الجدران برسوم ملونة أتقرأ التالي والتفاصيل مجموعة من الشباب في سانتانا بإحدى أكثر مناطق عاصمة السلفادور تضررا من نشاطات العصابات تسعى إلى تغيير وجه الحي من خلال تغطية رموز المجموعات الإجرامية المنتشرة على الجدران برسوم ملونة العصابات المعروفة محليا باسم ماراس تعيث فسادا في أمريكا الوسطى التي تسجل فيها أعلى معدلات جرائم القتل في العالم بين المناطق غير الغارقة في الحروب وتضم السلفادور وحدها سبعين ألف فرد ناشط في هذه العصابات وهي تشكل مع قويت مالا وهندوراس مثلث الشمال الشهير على جدار طليا بالأصفر والأحمر رسمت فتاة زنر رأسها بالزهور مع نظرة لطيفة في عينيها في السابق كان هذا الحائط مغطب الأرقام والرموز والأحرف الأولى لأسماء أعضاء عصابتي ماراس الفلتروشا وهما في سيلان متنحران لتنازعان السيطرة على العاصمة سانس الفادور وفي دليل على أن رمزية العصابات مصدر إزعاج عمدت الحكومة إلى محوي 121 ألف متر مربع من الرسوم الجدارية الخاصة بهذه المجموعات الإجرامية خلال عام في 650 من مناطق البلاد ومن السلفادور إلى هذه المشاهد واللقطات وبلا تعليق وتجربة عصابات لطيفة عصابتي وهي أعضاء وتجربة عصابتي أحضاء عصابتي من هذه المحوضة إنها المحوضة ومن الرغم على التجربة يملكاي ومن الرغم يلحن كبير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة